أهلاً وسهلاً فيكم أخواني رجعنا لكم و موضوع حلقتنا اليوم حسن الظن و التفاؤل و قلنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق و على الظروف اللي كانت تحيط في المكان و في الوضع و الوضع كان خطير و هو كان يمسك بغزوة الخندق المعول يعني الشيول و يقول فتحت فارس فتحت الروم فتحت اليمن شوفوا كيف حسن ظنها بربه بهذه المواقف يبين حسن الظن بالله و التفاؤل وقت المصيبة تعرف حسن الظن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب و هو في الموت خاص يحتضر بيموت فقال عليه الصلاة والسلام كيف تجدك كيف وضعك كيف حالتك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله أنا أرجو رحمة الله عز وجل و إني أخاف ذنوبي فقال عليه الصلاة والسلام و هو يبشره لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو و أمنه مما يخاف الله شوف كيف حسن الظن بالله قال سهل القطعي رحمه الله رأيت مالك ابن دينار رحمه الله في منامي بعد أن مات مالك ابن دينار هذا سهل شاف في المنام فقلت يا أبا يحيا ليت شعري ماذا قدمت به على الله عز وجل شو قدمت على الله عز وجل قال قدمت بذنوب كثيرة قدمت بذنوب كثيرة فمحاها الله عز وجل عني ليش كيف قال بحسن الظن شوف كيف حسن الظن كان يعني رب العالمين غفر ذنوب كلها بحسن الظن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الله احفظوا احفظوا هذه يا أخواني و خواتي احفظوا كلام عمر بن الخطاب و الله لا ترتاحون بتعيشون حياة فيها راحة يقول والله ما أبالي على أي حال أصبحت على ما أحب أو على ما أكره ما أبالي أي يوم أصبح فيه كان شيء أحبه أو شيء أكرهه ليش يا عمر بن الخطاب ليش ما تبالي إذا أصبحت على شيء سيء أو شيء حسن قال لأني لأدري الخير فيما أحب أو فيما أكره أي شيء الله يكتبه لي خير ما عندي مشكلة وايد من الناس للأسف إذا صارت لها مشكلة في حياته أو نزلت فيه مصيبة ما يحسن الضم بالله أن اللي راح يطلع من هذه المصيبة وهذه المصاب الله عز وجل و يضنحلها بإيد البشر يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته و من نزلت به فاقة فأنزلها بالله يعني يكون على يقين أن الله تعالى بفرجها عنه فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل يعني إذا صار و توقع من الناس هم اللي بيحلون هذه المشكلة ما تنحل مشكلته يعقوب عليه السلام نبي الله بصر راح صار أعمى دوده بظهره تغيرت صحته فقد أبناءه فقد حبيبه يوسف اللي كان يحبه كل شيء يتغير فيه ألا شيء واحد حصن ظنه بالله بعد أربعين سنة من فقده ليوسف عليه السلام يقول لأبناءه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه و لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون وين بعد أربعين سنة بعدك تذكر يوسف قال لا بعد عنده حسن الظلم بالله لأني بحصل يوسف بحصل إن شاء الله روح و يدوره روح و يشوفه عيالي شوفه بعد أربعين سنة شوفه كيف قوة حسن الظلم بالله عز وجل سفيان الثوري رحمه الله كان يقول ما أحبه أن حسابي يجعل إلى والدي يوم القيامة فربي خير لي من والدي ربي أرحم منهم حسن الظلم بالله عز وجل حسن الظلم بالله يا أخواني مش مجرد خواطر وكلام نفس و تفاؤل كذا عادي حسن الظلم بالله يكون بالعمل الصالح واحد ما يستوي تظلم الناس و تسرق و تغتاب و ترتكب المعاصي ليل و انهار و تقول آخر شي أنا عندي حسن الظلم بالله لا 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 عنديك فهم خطأ أخوي و أختي و أضح لكم النقطة قال حسن بصري رضي الله رحمه الله إن قوما غرهم حسن الظلم بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم بدون حسنات طلعوا يقولون نحسن الظن بالله كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ما يستوي أنك أنت تحسن الظن و لا دين عندك و لا عبادة و لا شيء و لا خوف من الله عز و جل كلكم شفتوا الفيديو الجميل اللي انتشر لسموه الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه و هو يقول و هو يحسن الظن بالله و يقول للمواطنين بعد استشهاد جنودنا الله يتقبلهم من الشهداء يقول لهم بكل ثقة و تفاؤل بالله سد زايد سد مأرب اليوم بي نرفع العلم اليوم بي نرفع العلم عليه إن شاء الله شوفوا كيف تفاؤل بالله عز و جل و أحسن الظن بالله عز و جل و أحسن الظن بجنود أن يكون النصر قريب بإذن الله هذا التفاؤل سبحان الله يعني زرع في الجنود هذا التفاؤل و حسن الظن الله يحفظهم و ينصرهم الحماس زرع فيهم الحماس و زرع في الأسر و الأهالي و من حسن الظن يا أخواني و أخواتي اللي يكون سبب في سعادة بعضنا لبعض هو حسن ظننا بالناس الواحد يوم يحسن الظن بإخوانه و الله نفسه ترتاح و عقله من التفكير يرتاح و سوء الظن بالناس ترى و الله ما ينفع الواحد فينا سبحان الله ممكن يدخل فيه مشاكل بسوء ظنه بسوء ظنه بالناس و كم من سوء الظن فرق بين الأحباب و بين الأخوان و بين الأهل و بين الزوج و زوجته قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن و إن الظن لا يغني من الحق شيئا قال ابن السجرين رحمه الله إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه لعل له عذرا لا أعرفه البعض صار ما يحسن الظن بأي حد أبدا كلمت شائم خلاص رحنا فيها ما شي فايدة ما في زيادات ما في ترقيات صار عندنا تقشف و قاعد يوتر الناس و يتكلم في المجالس شو تستفيدها يعني غير 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 أنك تحبط الناس و تسوي شوشرة بينهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم و في رواية فهو أهلكهم هو بسببه لم نملة صغيرة يعني تعلموا تعلموا من النملة أخواني نملة يبدأ لكم مثل من نملة نملة صغيرة لما أحسنت الظن بالناس بالنبي رب العالمين ذكرها رب العالمين ذكرها بالقرآن في قصة سليمان لما وصل سليمان على وادي سليمان عليه السلام وادي النمل شو قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون شوفوا قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يعني هالقصة نبغي يعني أحسنت الظن فيهم أنهم ما يحسون ممكن يدوزون وما يحسون لحب نتفكر بكلام هذه النملة أخواني أخواتي نحسنت الظن نحسنت الظن بالله عز وجل ثم حسنت الظن بالناس حسنت الظن بالله عز وجل بالناس عبادة عظيمة تحل أغلب المشاكل اللي بيننا وتصلح لنا أمور ديننا وآخرتنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نبغي مجتمعنا يحسن الظن ببعض نبغي كلكم ترتاحون حسن الظن بالله عز وجل حسن الظن بالناس هو بيكون سبب سعادتكم اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق اللهم هدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم رحمنا برحمتك الواسعة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة